جلسة استماع في البرلمان الأوروبي إلى المسؤولة الجديدة عن العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني التي عرضت رؤيتها وخطتها أمام لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الأوروبي مارغاريتا سفورزا من يورو نيوز تابعت الجلسة وسجلت الأراءة التالية عن روسيا قالت فيدريكا موغيريني انتهت علاقات الشراكة الاستراتيجية مع روسيا نتيجة الخيار الروسي أولا ونتيجة لما يحصل على الأرض النائب البولندي الأوروبي ساريوس فولسكي تحدث عن تبدل أسلوب التحدث عن الأزمة الروسية الأوكرانية لقد أفصحت جيدا سيدة موغيريني لغويا عن سياستها بالنسبة لأوكرانيا وروسيا وتبقى المواقف لأن حربا هناك قد اندلعت وقد سبقتها الأحداث البرلمانية البرتغالية أن جوميز أثنت على ساعة اطلاع موغيريني على كافة الملفات وعلى طموح المسؤولة الجديدة عن الخارجية الأوروبية وعلى صراحتها في إعلان مواقفها تجدر الإشارة إلى أن مجموعة العقوبات الاقتصادية الأوروبية الجديدة ضد روسيا تستهدف المجالات الاقتصادية والعسكرية ترجمة نانسي قنقر